مع أخ فاضل أنا شخصياً أطلب منكم يا أحرار الدائرة الخامسة بأي طريقة كانت يوصل يوصل الأستاذ الفاضل لحميد الاسباعي الساكم الله أقول خير اليوم نتشرف في التواجد الدوانية الأخ الفاضل سالم النملان يمكن أنا عن نفسي هذا الرجل غير مفاهيم كثيرة عندي أولها أنه أي عسكر ينزل الانتخابات لابد أن يكون في داوي هذا شخص غير المفهوم هذا بتاتهم عقوب ما داخل المدينة سالم النملان كلنا اجتمعنا قبل كم يوم قبل كم شهر وقلنا تسلم يمينك يا أبو عبد الله هذا المنقف وحدك كلنا على المنقف كلنا أجمعنا على هاليمين هذه تسلم يمينك يا أبو جراح طبعا هذا الأمر مهم غريب عليه ابن قبيلة عريقة كان ما يقدرون كان لها موقف شجاع وهي أول من تحرك وعمل هذا الموقف 2009 القوات الخاصة اللي قال لنا تسمعني 2009 لما داشت الصباحية وشفت عيال العوازم كل واحد متحزم ورابط عصابت على رأسه ودافع عن كرامته عن بيته قلت يا رأيتنا كلنا عوازم قلت يا رأيتنا كلنا عوازم ولما مشت مطير في الرابعة قلنا يا رأيتنا كلنا مطير وجعلت طيب من رابعنا وكلنا رابعهم الله يسلمكم اليوم في حدث غريب شنو جابري العلي جابري العلي هي من أسقطت قانون التجمعات ألفين وأربعة جابري العلي هي من أسقطت قانون التجمعات وثاني يوم كانت بالعرضية عند مبارك الوعلان ابو عبد الله بلندلوس وتم سقاطها اليوم شنو يعني هذا الحدث لما نشوف القوات الخاصة قاعدة هناك وألفين وثمانية لما تجاوزوا على الدستور وقال الله تقعدهم بالحديقة وطقونا وطقوا العظام وسحل الأمة اليوم قاعدنا وإذا فيهم خارجون اليوم قاعدنا وهم هناك قاعدين بره يوم تعدوا على الدستور ثمانية عشر حيننا طبقنا الدستور اليوم اليوم طبقنا احنا الدستور بوجودنا بالحديقة بالكامل بالكامل الفعلا يا أبو عبد الله وإذا ابتجون إذا كنا أنقضنا خمستعش مادة من سبع وعشر مادة قانون تجمعات سننقض الباقي وننقضيه كاملة هذا القانون العقيم زمن السحل والضرب ولا رسالة يجب أن يعيه السلطة زمن السحل والرصيف ولا لن نقبل أنا عن نفسي اللي بمدينة بكسرها له قسما بالله ما راح أخذ حقي بالمحاكم ما أنا رايح محكمة ولا أنا رايح مخطر يطقني ما طقه يأخذ حقي ولا أخذ حقي منه ها أروح محكمة وبعدين يطلع رصيف طاقة ما راح أروح محكمة احنا احنا الأمة اليوم كلها اجتمعت في جابر العالم في ساحة ليرادة وفي الصفات وبكل مكان والله يسكرون كل الأماكن راح نتواجد حتى موابط الجمعية هني راح نقعد يعتقدون أنهم يكممونه في واهنا لكن ما يقدرون قسما بالله ما يقدرون لا يعتقدون جبناه فعلا يا أبو عبد الله لا يعتقدون أن التسعين ألف لن يتكرر هذا المشهد هم يعتقدون أنه يجب أن تكون هناك قضية حتى يتجمع التسعين ألف وانا اقول هل في قضية أكبر من القضية اللي احنا فيها؟ هل في قضية أكثر من العمث بالدستور؟ هل في قضية أكثر من الانتهاكات اللي يمكن صراحنا قسما بالله إذا سكتنا عن العمث بالدستور والله العظيم للاحقولنا في بيوتنا ويطلعونا من بيوتنا محد نوقف معنا اليوم الانتهاكات في الشهرين اللي فاتوا ما حصل لها م辛د البدون يلاحقون أنا كنت في يوم الأربعاء 2 أكتوبر هذا يوم عالمي اسمه يوم اللهم في العالم في يوم اللعن في العالم الناس كانت تسحل وتضرب عمام عيني أنا كنت شاهد موجود ويضربون الأطفال ويضربون المساكين يعتقدون أن البدون يجوز ضربهم ويعتقدون أننا لما ندافع عن الحرية والكرامة ندافع عن حرية الكواتين فقط لا ندافع عن حرية أي مواطن داخل بلد ولا نقبل لا بها أنت البدون ويبغي أنا راح أختم لكن أنا بقول رسالتي لمن يملك القرار ولمن له القرار بيننا وبينكم الدستور إن نقضته نقضنا ذلك العقد والسلام عليكم